لأول مرة منذ بدء تفشي جائحة كورونا يجتمع حضورياً عمالقة الاقتصاد العالمي في قمة العشرين في روما لمناقشة قضايا ساخنة تطرح على طاولة المباحثات في العاصمة الإيطالية بعد ساعات طويلة وصعبة من المحادثات بين الوفود المشاركة في القمة اتفق قادة الدول على تجاوز الهدف المناخي الذي تمخض عن قمة باريس عام 2015 والقاضي بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين والتوقف عن تمويل محطات جديدة تعمل بالفحم على المستوى الدولي بحلول نهاية هذا العام إضافة إلى ملح 100 مليار دولار لتمويل مواجهة التغيرات المناخية وذلك قبيل انعقاد قمة غلاسكو في سكوتلندا التي من المحتمل أن تكون إحدى الفرص الأخيرة التي يمكن أن تجنب الأرض تجاوز العتبة الدراماتيكية لتغير المناخي وفقاً لمختصين وعلى هذا الصعيد يطرح الخبراء تساؤلات عدة عن مدى التزام قادة الاقتصادات الكبرى بالتخلي عن مصادر الطاقة غير المتجددة فلا تزال مسألة اللجوء إلى الفحم الإحفوري الذي تستخدمه الصين والكثير من الدول الناشئة في صناعتها وانتاج الطاقة الكهربائية يشكل عائقاً أمام معضلة المناخ في ظل أزمة الطاقة العالمية الحالية وهو ما حذر منه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريش الذي سبق وأندق ناقوص الخطر مرات عدة محملاً دول مجموعة العشرين مسؤولية الجزء الأكبر من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة وعلى صعيد الجائحة فقد تم الاتفاق على الوصول إلى نسبة تطعيم 40% ضد كورونا بنهاية هذا العام و70% بحلول منتصف العام المقبل إلا أن الوباء فضح ما سماه مراقبون بالأنالية السياسية للدول الكبرى إذ وجهت منظمة الصحة العالمية انتقادات شديدة إزاء عدم العدالة في توزيع الدول الغنية للقاحات المضادة لكورونا ففي الوقت الذي تناقش فيه الدول الغنية توزيع الجرعات المعززة لم يتلقى معظم سكان الدول الفقيرة جرعتهم الأولى وفي خضم هذه الأزمات يستغل قادة مجموعة العشرين فرصة لقاءاتهم حضورياً لمناقشة القضايا التي تهدد مصالح بلدانهم لتبقى مصالح بقية دول العالم في أدنى سلم أولوياتهم اثلقت الدول الفقيرة صفعة على الوجه وفقاً لتقرير لجامعة أكسفورد من جراء الأضرار التي تسببت بها الدول الصناعية الكبرى في العالم ترجمة نانسي قنقر